تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رزد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوان من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها جميعنا شفنا كيف تعرضت فكرة دور السوبر الأوروبي لثورة جماهيرية كبرى ضغط إعلامي رهيب ووقوف حاسم من مسؤولين حكوميين ومسؤولين في الاتحادات القارية والمحلية حراك على طريقة الإعصار أدى لانهيار الفكرة في 48 ساعة بس لكن يبدو أن أصحاب فكرة السوبر ليج ما زالوا بيحلموا فيها ما زالوا بيأمنوا أنه هي التجديد الحقيقي اللي بلزم كرة القدم وهي مصدر الأموال الضائع اللي ما عم بيستفيد منه حدا لكن هذه المرة بسلوب جديد فالصحف الألمانية يوم الجمعة 15 أكتوبر نشرت أخبار جديدة ما فيها تفاصيل كثيرة لكن مفادها هناك تغييرات في فكرة دور السوبر وهذه التغييرات عم بيقترحها الأشخاص اللي ما زالوا مؤمنين في البطولة وهدف هذه التغييرات إرضاء الجمهور من جهة ومحاولة تقريب وجهات النظر مع روابط الأندي الرسمية والاتحادات القارية والاتحاد الروب لكرة القدم من جهة أخرى أساس التغيير هو جعل الدوري مفتوح للجميع مش حكر على 12 أو 14 نادي بس وحسب التسريبات فالاقتراح بالضمن وجود درجتين في دور السوبر ممكن يوصل لعشرين نادي في الدرجة الوحدة بحيث يكون هناك نظام تأهل جديد للبطولة لكن مع شرط وجود أندي كبرى دائما بغض النظر عن مركزها في الدوري لأندي المتوسطة بتظل تقدر تتأهل لهذه البطولة عبر تأهلها من بطولاتها المحلية وربما عبر تأهلها من الدرجة الثانية اللي حتكون في دور السوبر الأوروبي فكرة الدرجتين تبدو مستوحاة من فكرة دوري الأمم الأوروبية لكن مشكلته الكبرى إنه إذا الموضوع وصل لعشرين نادي يعني عدد مباريات كرة القدم تضاعف بلحظة واحدة وهذا حل شبه مستحيل إلا إذا تم إلغاء كل البطولات الأوروبية الموجودة حاليا باستثناء الدوريات المحلية هذا الكلام لو اتطبق ممكن يلغيه حتى بطولات الكأس في البلاد المحلية ممكن نحكي إنه هذا الاقتراح هو مش فكرة للتطبيق فورا ممكن نعتبره جسر بيبدأ فيه النقاش بعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وروابط الأندية إنه إحنا مستعدين نغير مستعدين نتفاوض تعالوا نوصل لحل وسط خصوصا فيه نقطة مهمة كثير ممكن يتغير موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه المرأة ألا وهو ضغط الفيفا لفكرة كأس عالم كل سنتين وهذا الشي ما بفضله الاتحاد الأوروبي كثير لأنه هيأثر بشكل مباشر على مكانة أهم بطولتين عنده اليورو دور الأبطال والاتحاد الأوروبي ما تردد ولا خجل إنه يقول ليس هناك كأس عالم كل سنتين رح ننسحب منه لو أصر الفيفا عليه على كل حال فيه شبه إجماع حتى في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه دور الأبطال الحالي لابد إنه يتطور عشان تزيد المباريات المهمة فيه تقريبا دور المجموعات الآن معظم الأندية بنعرف مين رح يتأهل ودائما عندنا مجموعة دائما بنسميها إحنا مجموعة الدور الأوروبي الأربع فرق اللي بتلعب فيه ما بيشجعها حد خارج بلادها لكن بنفس الوقت هناك غالبية بالطالب بمنح الجميع حق المشاركة بأي بطولة جديدة ولابد من المساواة بين الأندية ومنع احتكار كرة القدم في عدد محدود منها برأيكم هل هاي التغييرات بتمهد فعلا لولاد الدوري سوبر لكن بإشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وهل هذه البطولة حتنهي البطول اللي عشقناها جميعنا دور الأبطال ولا لا اتركوا تعليق وجاوبوني وما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة